منذ ولادة تشرين ذلك الذي جاء من رحم معاناة العراقيين الذين رفعوا صوتهم بعد انتظار وطالبوا بالتغيير بعد فوضى سنوات ظلت جاثمة فوق تفاصيل حياتهم منذ تلك الولادة التي انجبت وجها جديدا لسياسة العراق نجحت ولادة جديدة ايضا بضبط اوتار التغيير دون الرجوع الى دوامة العنف والفوضى ولادة اخرى ينتظرها العراقيون من مخض انتخابات برلمانية مبكرة انجب فيها التشرينيون والمستقلون لكن بوادرها مقيدة بما تحمله الايام التي تسبق انتج المشهد الجديد بحكومته الجديدة والتقييد الذي يأتي بفعل التفاهمات والمناورات السياسية وبين رفض وقبول بالنتائج تتصدر الكتل الاكبر لتصبح قوة رابحة تفوز بصناعة ورسم وجه الحكومة الجديدة كل هذا في احتمالة ثلاثة وسيناريوهات تدخل حيز التواقع المقبول في غرف السياسة وعند مراقبية المشهد المتغير في كل ساعة اما الاحتمال الذي يخشاه العراقيون فهو المتمثل بالذهاب الى الفوضى وهو احتمال مرفوض عند عموم القوى التي ايقنت ان العراق بجهوده الاخيرة يريد الخروج من عباءة الاختلافات احتمال اخر يرجحه رواد القانون وقد يكون له سبيل في حال تأزم التفاهم والتوافق المرتقب ممكن رئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور ممكن ان يوقف اجراءات الانتخابات ويعيد مجلس النواب الى الانعقاد ليدفع بالدورة الى موعدها الدوري حتى يعطي فرصة للتفاهم اكثر ويبقى السيناريو الذي يرجح عقلانية وبالجدل ومن بينهم كتل سياسية تمرست على كيفية التحكم بزمام الامور لكي لا تجر العراق الى باب مغلق جديد فهو سيناريو عقد مؤتمر وطني تشارك به جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للبحث عن حلول تنجح بتغيير تجربة سنوات سابقة وصفها سياسيون بالفشل وهو ما لا يريده بعض الاطراف خشية العودة الى نقطة لا عودة كما يقولون